اشتركوا في القناة وسمو للعهد رئيس مجلس الوزراء إلى سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنياتهما لسموه بدوام الصحة والعافية وللإمارات الشغيقة مزيدا من التقدم والإزدهار من جهته كلف سمو الشيخ محمد بن زايد سعادة وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وسمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنيات سموه لمملكة البحرين ولشعبها بالتطور والتقدم والرخاء مراحبا سموه بعقد الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين برئاسة وزيري خارجية البلدين جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تشهده من تنام وتطور ملحوظين في شتى المجلات والتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين إزاء مختلف القضايا بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة هذا إلى جانب تبادل الرؤى ووجهة النظر حيال عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة